عاجل تحذير دولي المصر من مخاطر وكوارث كبيرة يا جماعة تقرير صندوق النقد الدولي حذر مصر من مخاطر كبيرة من الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ خاصة مع اعتمادنا على نهر النيل منطقة دلتا النيل اللي هي اكتر منطقة مقتزة بالسكان في مصر هتتأثر بشدة بالتغيرات المناخية زي ارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف وموجات الحرارة والعواصف الرملية والترابية والامطار الغزيرة والفيضانات المفاجأة والانهيارات الصخرية مصر اتعهدت بخافض انبعاسات الكربون عشان تواجه تغير المناخ لكن ده صعب مع زيادة عدد السكان والتوسع الحضاري وقلة الامكانيات المادية عدد سكان مصر هيزيد بنسبة 44% من 2022 ل2050 يعني هتكون صعبة علينا مواجهة مخاطر تغير المناخ استضافة مصر المؤتمر المناخ في نوفمبر 2022 خلت الناس وعية اكتر بخطورة تغير المناخ حكومة بدأت تخطط لمواجهة تغير المناخ ووضعت استراتيجية العام 2050 للانتقال لاقتصاد منخفض الكربون وقابل للتكيف مع تغير المناخ مصر حددت اهداف لخافض انبعاسات الغازات الدفيئة في الطاقة والنقل والنفط بنسبة 23.5% وفي خطط كمان للتكيف مع تغير المناخ في القطاعات المعرضة للخطر ووضع خطة للتكيف مع ارتفاعات درجات الحرارة خبراء صندوق النقد الدولي هينقشوا مع السلطات المصرية طلبها للحصول على تمويل من الصندوق لمواجهة تغير المناخ وهينقشوا كمان السياسات اللازمة للحصول على هذا التمويل نأمل ان احنا نقدر نواجه مخاطر تغير المناخ ان شاء الله ونحافظ على بلدنا الجميلة وتكون آمنة بإذن الله